مراجعتها معك نقطة نقطة لكن اسمح لي أن أبدأ من ما جرى هذا اليوم على الصعيد الميداني 30 ألف متظاهر في هذه الأثناء يحاصرون مبنى رئاسة الوزراء مطالبين باستقالة أحمد شفيق من رئاسة الوزراء وأيضا هناك متظاهرون منعوه من الوصول إلى مكتبه أيضا هناك عدد من المتظاهرين يحاصرون مبنى مجلس الشعب ومجلس الشورى مطالبين بحل البرلمان الذين يقولون أنه برلمان مزور وتابع للنظام هل ترى أنه وفق هذه المعطيات الميدانية الجديدة أن الثورة المصرية قد دخلت منعطفا جديدا وأننا أمام تكتيكات جديدة للمتظاهرين سوف تتصاعد لتخرج من دائرة الاحتجاج والاعتصام والهتاف إلى دائرة الفعل هؤلاء الشباب السيدي أنهم يفكرون بذكاء كبير هناك برامج للمرحلة الأولى للثورة والمرحلة الأولى بدأت بجمعة الغضب والمرحلة الثانية جمعة الرحيل والمرحلة التي نحيها الآن هي مرحلة الصمود والالتفاف حول هذه الثورة المليونية التي لا تقدر إلا بأقل من عشرة ملايين متظاهر الوضع ليس في ميدان التحرير فقط والدليل على ذلك أن هذه الحشود التي تفكر بذكاء جماعات تجلس في ميدان التحرير وجماعات تتحلق حول مجلس الوزراء حول وزارة الداخلية ومجلس الشعب والمجلس الدستوري ومنعت بالفعل عدم مواصلة رئيس الوزراء شفيق أحمد شفيق من الوصول إلى مواقعه دخولا أو خروجا لكل الوزراء الذين يتواجدون في الداخل لا يستطيعون الخروج والمتواجدين في الخارج لا يستطيعون أن يدخلوا إلى مقرات مجلس الوزراء ماذا يعني هذا؟ يعني أن الحكولة قد شلوا حركة مجلس الوزراء وأيضا إشارة أخرى إلى سقوط هذا البرلمان أو مجلس الشعب الفاشل والمحكمة الدستورية وأيضا وزارة الداخلية التي لا زالت إلى الآن لا تستطيع أن تقوم بمنع السيارات التي تداهم الشباب والبلطقية الذين كانوا يتحركون على الخيل والبغال والحمير أن هذا التفكير الحيواني في عملية مواجهة ذكاء هذه الثورة أن الثورة لها برامج وستشهدون ما هو أكبر من ذلك في غدون الأيام القليلة القادمة أستاذ حسن أشرت من ضمن المداخلة أيضا إلى وسائل الإعلام والحراك في وسائل الإعلام هناك داخل مؤسسة روزيليوسف الإعلامية كما أفدنا خلال هذه التغطية هناك معارضة ضد الإدارة ورئاسة التحرير في التلفزيون المصري أيضا أفدنا أن هناك حركة احتجاج نقابة الصحفيين طردت مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين هل ترى أن الثورة بدأت تزحف باتجاه إعلام النظام لقلبه على اعتبار أن إعلام النظام وتحديدا تلفزيون الحكومي المصري لعب دورا سلبيا واتهم المتظاهرين بالعمالة واتهمهم بأنهم مرتبطين بجهات خارجية وأنهم مأجورين وما إلى ذلك هل تعتقد بأننا عندما ندخل مرحلة الإعلام نحن المتظاهرون أو الثورة المصرية على اعتاب النصر أستطيع أن أقول بصوت عالي أن ضفادع الإعلام الرسمي وضفادع الصحافة المصرية وأقصد بالضفادع هنا أن جميع رؤساء تحرير الصحف الرسمية الذين يعينهم الرئيس السابق حسني مبارك في مجال مواقع الصحافة والذين في يوم من الأيام نزلوا من الصحافة وباعوا الفجل والجرجير وباعوا الخضرة أمام نقابة الصحافة في مصر أذكرهم بأن هذا المشهد السابق قبل بروز هذه الثورة كان مؤشرا على أن الإعلام لن يسلم كلمته إلى فرعون مصر وإلى هامان مصر وإلى قارون مصر فلقد أعجبني كثيرا أن مديرة الأخبار السياسية في التلفزيون المصري قد استقالت وقدمت هذه الاستقالة لوزير الإعلام وانضمت إلى الجماهير الموجودة هذه مؤشر خطير على أن رموز النظام في الجهاز الإعلامي بدأت تتساقط الواحدة والأخرى وإن الإعلام الخشبي الذي يتهم هذه الثورة باعتصامات ويتهمها بالسرقة والتخريب وهذه اللهجة الخشبية لم تعد تصلح أمام الجماهير وإن الشباب لا يعلمون أن مقتل الصحفي الذي شيع بالأمس واليوم في مصر قد بقى الإسفين في نعش هذه الطغم الضفدعية التي تنقنق ليلة نهار بكلمات عليهم أن يتوجهوا إلى كرامة الشعب المصري أستاذ حسن أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أن أتحول إلى لندن معي من هناك